اكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة سعادة السيد زيد بن راشد الزياني اكد دعم مملكة البحرين لجهود تنشيط سياحة بينية بين الدول العربية مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون بين الدول العربية من أجل رفع نصيبها من إجمالية السياحة العالمية جاء ذلك في كلمة لسعادته في مستهل اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة وأشر زياني إلى الآثار الإيجابية لتنشيط وترويج السياحة العربية البينية في زيادة أواصر الأخوة والتواصل الثقافي والاجتماعي وزيادة التعاون التجاري والصناعي داعيا إلى تفعيل المبادرات ذات الصلة بهذا المجال إضافة إلى زيادة التوعية بالمناطق السياحية العربية وبأهمية السياحة البينية وأكد الوزير حرص مملكة البحرين على مشاركته تجربات هثرية في مجال تنشيط السياحة مع أشقائها العرب تحت مضلة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة سواء من ناحية استقرار القطاع السياحي البحريني رغم الجائحة بسبب الدعم الحكومي والتشاركية الفاعلة مع منشآت القطاع